أيها الأخوات السلام عليكم مرحبا بكم مرحبا بالجميع من الشمال إلى جنوب ومن الشرق إلى الغرب مرحبا بكل المغاربة الأحرار في هذا الفيديو هذا أو هذا البودكاست اكتشفت واحد المقال اللي اكتبته واحد الكاتبة في الدايلي بيست كيفما تعرفوا يا جريدة بريطانية والكاتبة هي ليزا فورمان والعنوان ديال المقال اسميته سيكس دروغز جاز and the man who ruled مراكو على من كتهضر هنا يا شو كنا هو العنوان الشي يقولك يقولك الجنس والمخدرات والجاز والرجل الذي حكم المغرب شو كنا هو هاد الراجل اللي كان يتميز بهذه الأشياء هذي وهو التهامي القلاوي هاد الحقائق اللي جابته متسيدة هذي يعني حقائق لم يعرف المغاربة من قبل وهو أن القلاوي القلاوي كان أكبر قواد في تاريخ البشرية حتى أنه يعني قواد بمنع الكاملة يعني قواد كان قواد ديال الضعارة كان لأنك تعرفوا أنه كان باشا مدينة مراكوش من 1912 حتى 1956 يعني مدة طويلة جداً اللي خلاتوا أنه بحل رؤساء عصابات المافيا اللي كانت كتشتهر في مدينة شيكاغو الأمريكية ولا في لاس فيغاس يعني ذلك المافيا الكبيرة جداً حتى أن هاد السيدة هذي قال الكاوسيدي أنه تاميل كان يحب موسيقى الجاز وكان يحب المخدرات قال الكاوسيدي كان يحب موسيقى الجاز وكان شبكة ديال الضعارة اللي كانت فيها سبع وعشرين ألف عهيرة سبع وعشرين ألف عهيرة كما كتعرفوا أن المغرب كان من ألف تعمل وعشرين ألف تعمل وستو وخمسين يعني كانوا الفرنسيين والأوروبيين كانوا معمرين للمغرب يعني هاد الشي اللي خلا مثلا هاد التجارة كتخلي التهميل قلاوي من بين أغنى الرجال في العالم وهنا كتأكدها هاد السيدة هذي اللي كتقول لك سيدي أنه كان كي يخدم كمسي أفراد مراكش في منذ عاما على المناطق من المراكش في 10% من الموضوع كان يتجاه في تجارة لتنسي مافيا الوظيفة تقول لك دياله الطريقة اللي كانت يخدم بها اللي كانت يخدم بها مثلا في المناطق المراكش اللي كانت يحكمه بحالش رئيس عصابة كانت يدعم مدينة لاس فيغاس وهو مقر القمار والمخدرات والضعارات هذا هو الخبر الذي قلت لكم وقلت لكم أن هذا السيد كان خائن لا للفرنسيين ولا للمغاربة يعني كان المغاربة لم يحملوه والفرنسيين لم يحملوه ولكن كانت لديه واحد القوة كانت لديه قوة وليس يقضع الريوس ويقطع الناس وقالت لكم أن يكون هناك وقالت لكم أن الضار كانت أحسن دار على وجه الأرض الضار التامي القلاوي كانت أحسن دار على وجه الأرض بالطريقة التي تبنت بها وقالت لكم أن الناس الذين يعملون في الضار هو ألف شخص ألف شخص من الرجال الذين كانوا يتكلفون بالبناء ويتكلفون بالحضائق والنساء كانت لديهم مئة وعشرين بنت خدامة داخل البيت بلباس ويقول لكم بلا ما سوف نسميته سوف نحاول نخيل الأخوات هذا المقال لكي يقرأه على خاطرهم لأن المقال طويل وزوين بزاف هذا المقال طويل هذا المقال طويل ألف عملاء و ألف عملاء يعملون 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 تجارة الدهب التي الدهب والعاج التي كانت تأتي من إفريقيا وتذهب إلى الإدارة الحاكمة اللي كانوا العلويين مشطهرين في تجارة العبيد الكتاب جميل جدا وقال لكي أصدقى أنه بعد موته أن الناس الذين كانوا تابعين له والناس الذين كانوا يشتغلون معه يعني تحرقوه كانوا يشدوهم السلطات المغربية كانت تشدوهم وكانت تحرقهم ما كان شغل كانت تخطر كانت تحرق أي واحد كانت تابع للقلاوي وقال لكي أدعي على أن الدولة المغربية والنظار المغربي بكرهه للقلاوي أن هذه الدارة لم تنسى الدارة القلاوي سيطريب قد تأتي بوحد النهار وإن تكون قد تستغل لأنه لا يتسوق لها سيطريب وقال لها نظار المغربي لكي يستطيع صوبها وتساعد معلومة سياحية بالعكس النظار المغربي سيطريب لها بكثرة كله القلاوي وبكثرة الحزازات وعادوا مع القلاوي ان حتى ديار الدار الذي تسوى ملايير من اشتها الدار ديال القلاوي لو انها يعني رجعا يعني شدو يعني بنوها من جديد وعاودوها وعاودوها تقدر تجرب ملايير من الدولارات ولكن كره النظام العلاوي لعائلة التامي القلاوي ان الدار تخلو عليها الدار ولا تخربها الكاتب اللي اكتبهت الكلاب قالت لك الدار هذه الدار تساوي الملايير من الدولارات ولكن النظام المغربي كرهن للعائلة ديال القلاوي انتو ما تشوفو غير عندك زليج اللي نصوبة به الدار يعني يعني واحد الخدمة واحد تقنية اللي عالية جدا لما يبقاش القدابة ولكن رغم ذلك ان هذه الدار انها يعني تخلو عليها وصافي ما لقاش نوقاش ونالناشي نهار غادي تولي خربة لانه قال هذه السيدة من الدخلات الدكتار تبرهات رغم ان لي حد الان انها تبرهات من الدخلات الدكتار بدكت طريقة اللي مبنيه بها من الداخل وزليج والطريقة دياله ولكن قال لك انه كان جاسوسا لعدة لعدة جهات كان جاسوسا لفرنسا وكان جاسوسا لفرنسا كان جسوسا للإنجليز و كان جسوسا لعدة جسس الذين يدفعونه الذين يدفعونه جيدا و كان يدفعونه لا ترى هذا الدار كيف يدفعون هذا كل ما تهمنا ولكن تهمنا على هذا التاريخ الذي كان فيه القلاوي الذي كان يسيطر على جهة ميناء المغرب الذي يقول لك أن العائلة العلاوية هي التي تحكم المغرب والعائلة العلاوية لم تحكم المغرب هذا القلاوي كان مبغى في منطقة مراكش و لم يدفعون حساب للنظام الحاكم ولا للنظام الحاكم هذا السيدة تقول الحقيقة لا تتكذب لأن هذا السيدة دارت بحث بحث معمق على هذا السيدة الذي كان رئيس مافيا مغربي رئيس مافيا مغربي كان يطلب كل شيء من أوروبا و من أمريكا لأنه كانت عنده يد طويلة في كل مكان حتى أنه بعد موته كان الناس الأتباع الذين كانوا يخدموا معه شدهم من نظام مغربي و حرقهم حتى أن المقابر لم يكن يخدموا مع القلاوي لأنه كانت تحديد من نظام و حرقهم و حرقهم حتى أن المقابر لم يكن معروفة و غير الناس الذين كانوا يخدمون مع القلاوي القبور لم يكن معروفة شدهم و حرقهم و رجعهم بطراب و هذا يبين على الكراهية الكبيرة من النظام العلاوي في المغرب المهم المقال طويل و الأخوة الذين يريدون أن ترجمون و يريدون شيئا سأجعله لكم في و الموضوع جميل إذا كنت تعرف القطعة تاريخية التي لا تظن تقرأها في الكتب التاريخ و في التاريخ المغريبي و لا تظن هذه المعلومات التي كان في هذا المقال لا تظن تظن كتاب مغريبي أو مؤرخ مغريبي سيكون كاتب هذا الشيء الذي كاتبه هذه الكاتبة البريطانية التي تابعة الجريدة الديلي بيست البريطانية نتمنى أن الأخوة و الأخوات يعجبهم الموضوع نتمنى أن الأخوة و الأخوات أنهم لكي يتبعوا القناة أنهم يعني يعني هذا الشيء الذي نقدم يعني إذا لم أعجبتكم شيء دعوكم تعليق 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 نحن هنا لسنا لا نمارس الدكتاتورية ولكن نحاول أن ننشر بعض الأخبار بعض الأحداث تاريخية التي نحصل عليها بالصدفة أو أحيانا بالبحث لا نصنع أو لا نصنع أو لأن الكتاب المغاربة والمؤرخين للمغاربة كلهم كتابة يزورون الحقيق تحاولون أن تشير بعض الناس التي لديهم مصداقية كتاب يعني أجنبيين لا سوف أكتبت هذا المقال هذا لا تنظر أنها ستستفيد من أي شيء يعني يعني أنها هي كتابة على هذا المنزل تامي القلاوي وهو أنها سمعت على يعني الناس كانت يعاودون لها وهي كانت تريد تسافر تريد رحلة السياحية للمغريب ومن بعد ذلك تدار تريحلة السياحية للمغريب يعني اكتشفت هذا التاريخ وهذه هي كتبات المقال لأن المقال الأكثرية لا تهدر على التامي القلاوي ولكن تهدر على الدار لأن اهتمامها ليس هو القلاوي لأن الحقائق الذي كانت على القلاوي أنه كان قواد وأنه كان عنده 27000 عاهرة يعني هذا ليس كان هذا هو هدف من كتابة المقال ولكن هو هدف من كتابة المقال وهو ومعلمة تاريخية لأن الدولة المغربية لا تسوقها وما يتصبح حموالا ومعنى حراسة يعني دار ومعيز ومعلمة ومعلمة ليس موضوع لأن لا يوجد شيء كما أخبرت أتمنى من الأخوات أنه يعجبون أنهم يقرأون لايك ونحن نحاول نحاول ندير شي حاجة لما كيناس ونجيب شي حاجة لما كيناس ولكن حقائق تاريخيا اللي تنشره من فنة لأخرى عبر بعض الكتاب اللي عندهم مصداقية وهذا هو الهدف دينا هو نشر هاد النوع من الاحداث التاريخية اللي هي مهمة جدا لان التاريخ المغربي في عدة فهوات يعني غالبا التاريخ المغربي ي SOUND كله. خاصة بين الخلاء المغاربة اللي كاتبين التاريخ يعني هو تاريخ مزور يعني أي شيء لا يعد بعد التاريخ كيف ما أقصد لكم في حد فيديو اخر. تاريخ نوعان كان التاريخ الشعبي وكان التاريخ الرسمي بالتاريخ الرسمي هو الذي يقوم بكتاباته مسؤولون. يقول لك مؤرخ المملاكة. واحد يكتب كل نهار يكتب ما يدار المالك و ما يوقع في المغرب. هذا هو ما تسمعه في التاريخ المغربي. ولكن التاريخ الشعبي هو المهم. التاريخ الشعبي هو القيصص التي تتعاود ما بين الناس. يعني لا تكتب. يتبقى غير التعاود. مثلا هذا ما يوقع في المغرب حاليا. ما سيخرج مؤرخ المغربي. و سيقول لي ابو حمد السديك يسرق المال و يسرق أخيرات المغرب و يهرب الدهب و فضيحات الطالة. لكن هذا الشيء يبقى غير التعاود. وهناك شيء غير التعاود حولا. و يحدث و غير التعاود. و خاصا مع الآن مع وسائل التواصل الاجتماعي لسلطات القادية. يعني تجد الأحداث سيكون فقط بالتاريخ. رغم أن ما سيكون شيء مؤرخ مغربي. و غير تلقى ما سيكون مؤرخ مغربي. يعني اللي رسمي سيكتب هذا التاريخ. ولكن هالتاريخ سيبقى رغم أنه مش رسمي. حسنًا. يلا تبارك الله عليكم و إلى فيديو آخر والسلام عليكم.